موسيقى 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 أن الإنسان أربعين يوم قبله يقطع ومنين يدوز رمضان عاودي يفرع أنا قطعه هنا يفعل شوف واش احنا مسلمين ولا مش مسلمين هاد الحسابة الخاوية أربعين يوم قبل رمضان غادي نقطع من بعد ومن بعد إذا كان عندك غابني أنك ترجع على حالي لم يقطع تشي صحيح أن الإنسان يحترم هذا الزمن المقدس صحيح أنه وقر أنه عمل شوية ديالتوقير الواقر لهذه العبادة لهذه الشهر الكريم لأن المعصية في شهر رمضان ليست هي كالمعصية لأن المعصية تختلف من شخص لآخر وتختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر المعصية بالنسبة في المسجد مشيه خارج المسجد المعصية في رمضان مشيه خارج المعصية بالنسبة للعالم مشيه حق الأمي وهكذا هي تختلف من شخص لآخر ومع أنها نفس المعصية فأنا شخصيا يعني لا أرى هذا إلا من العبث من العبث ومن الإنسان والله رمضان غدا نقطعه ولكن من بعد غدا نرجعه لا الله يتوب علينا جميعا المطلوب هو التوبة وإلا ما معنى التوبة النصوح هذه ليست توبة النصوح الله عز وجل قل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا مش توبة لا توبة نصوحة معنى النصوح في اللغة العربية نقول نصح العسل إذا صفاه نصح الخياط توبه إذا خاطه وأصلحه فالتوبة النصوح هي أن التوبة التي تصلح ما فسد منك وترقع الرقع في حياتك المعنوية التوبة النصوح معنى أنها ندم وقطع على الماضي قطع على الماضي مش بنية الرجوع لا قطع وندم وشروع في العمل الصالح وإلا فما هي بتوبة ترجمة نانسي قنقر